أهلا بحضراتكم من جديد الأهلي في أحسن حالاته فنيا وبدنيا ومعنويا مسافر بكرة إن شاء الله التلات لكن الوضع اللي فيه الدار البيضاء يوم السابت مش سهل دي مواجهة مش سهلة بالمرة ده نهاية دوري أبطال أفريقيا لكن كايزر تشيفز اللي أقصى الوداد ناس تقولك ما هو معرفش يجيب جنف الوداد في ملعبه الوداد معرفش يجيب فيه جن في مية وتمانين دي ازهاب وقياب فريق عنده قدرات دفاعية صلبة جدا وعنده شخصية في الملعب ده مش رأيي ولا رأيي المهندس عادلي ده رأيي كابتن حماد صدري الناس من دلوقتي بدأت تستسهل شوية الموضوع وطبعا هي فيه أفكار دائما وعبدا أنه أنت لما بتلاعب الفرق العربية بتبقى المتشاط أصعب عليك صعبة نفسيا نفسيا فريق عنده دفاع قوي جدا في الموراة الجاية مقدرش أقول الأهلي الكفة أرجح تاريخ خبرات أباء كل حاجة لصالح النادي الأهلي ولكن ده يخوف جدا بخافة بقى من حتة دي فريق عنده دفاع قوية أول مرة يوصل ووصل بشق الأنفس يعني وصلت لخلص النهائي أكيد يبقى قسم قوي قسم عنيد عنده تحولات سريعة جدا بس أداة الأهل لوصوله النهائي أقوى من أداة كايزر للوصوله النهائي التوفيق كان في صالح كايزر بشكل كبير جدا التوفيق في كذا مباراة يخرج من بدري يعني لكن الأهلي أدى بشكل كويس نوصل للمباراة النهائية فالمباراة تبقى صعبة على النادي الأهلي أنا متفع مع الكابتن حمدا أن في المشورين أداة الأهلي قط ولكني دائما أقول أن بطولة المباراة الواحدة غير مضمونة ولذلك دايما بطولات الكأس فيها مفاجآت طيما تشوفوا اليورو على رأي كابتن حسن بيقوله مبارح اليورو ومجموعة الموت قال له ده كلهم ماتوا يعني مجموعة الموت دي أن كل الفرقة المرشعة كانت فيها كلهم ماتوا الفرقتين اللي ما كانش حد منتبههم قوي بالترتيب كده إيطاليا ثم إنجلترا إيطاليا ما كانش حد منتبه لها خالص هي اللي خدت البطولة إذن إزاي أنك تاخد البطولة من المباراة ربما دي تكون حرفة البعض واخد بالك والتوفيق 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 إذا لم ينتبه النادي الأهلي أن يترجم تفوقه في عناصره وفي خبراته الموضوع ينتوي على خطورة ترجمة نانسي قنقر